نتكلم النهاردة كمان مع زماننا المميز أحمد مجدي على عدة نقاط لكن قبل ما نتكلم عندنا بعض الأخبار السريعة في المحترف قبل ما نخش كمان على الصحافة وقالت ايه على مستوى العالم وعلى مستوى أوروبا خلينا نقول اليومين اللي فاتوا يمكن قبل ما أقول خبر مارادونا ووفاة مارادونا يمكن لسه النهاردة كان الفيفا بيصدر زيادة عدد اللاعبين في كأس العالم من 23 لعيب إلى 26 لعيب طبعا كنت على حضراتكو عارفين الفترات اللي فاتت كان طبعا الفيفا بيقولك 23 لعيب هي القايمة الفريق أو قايمة المنتخبات في كأس العالم اعتقاد الشخصي نقطة إيجابية جدا لزيادة عدد الفرق إلى 26 لعيب لزيادة طبعا المنافسة كان في بعض اللعيبة وأوقات كتيرة جدا جدا بعض المنتخبات بيكون عندها يعني عندها اختيارات صعبة جدا ما بين 2 لعيبة أو 3 لعيبة لكن زيادة عدد اللعيبة لـ 26 من قبل الفيفا اعتقد ده شيء مميز جدا في كأس العالم القادمة قطر 20-22